بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في حلقة دي من حلقات المسرع النهاردة كان اجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي زي ما كان مقرر لي في الجدول المعلن ان هو يبقى يوم اتنين وعشرين ديسمبر ولم يتم اجتماع استثنائي زي ما هو كان متوقع في الفترة السابقة قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للموافقة على القارب. البيانة اللي صدر ناقش طبعا ان ابتدى يحصل انخفاض اسعار السلع العالمية بس لسه في حالة من عدم الاستقرار. نفس الوقت حصل ارتفاع في النمو في الربع التالت من عام عشرين اتنين وعشرين عن الربع التاني من عشرين اتنين وعشرين باربعة واربعة من عشرة في المية تقريبا. ومعادلات البطالة زادت بنسبة سبعة واربعة من عشرة بعد ما كانت بسبعة واثنين من عشرة في المية. نفس الوقت معادلات التضخم ارتفعت زي ما حضراتكم عارفين. معادل التضخم العام ارتفع لتبنتاشر وسبعة من عشرة في المية بعد ما كان ستاشر واثنين من عشرة في المية. معادل التضخم الاساسي ارتفع اللي هو معادل التضخم بيتم الاستثناء منه السلع الشديد التقلب والمسعارة مسبقا وده اللي بيستخدمه البنك المركزي في تحديد اسعار الفايدة. ارتفع الواحد وعشرين ونص في شهر نوفمبر بعد ما كان ساعتاشر في المية بشهر اكتوبر وطبعا كل ده اتأثر بسبب تحريك سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه في الفترة السابقة او بمعنى اضغ يوم سبعة وعشرين اكتوبر في الاجتماع السابق للبنك المركزي. وبناء على كل العوامل دي البنك المركزي قرر ان هو يرفع معدلات الفايدة تلتمية نقطة اساس يعني ثلاثة في المية علشان معدل الايداع للليلة الواحدة يوصل لستة اشار وربع في المية. معدل الاقراض للليلة الواحدة يوصل لسبعتاشر وربع في المية. وسعر الاعتمان والخصم ستتاشر فاصل خمسة وسبعين في المية. سعر الايداع للليلة الواحدة والاقراض للليلة الواحدة والاعتمان والخصم ده بيبقى في تعاملات البنك المركزي ما بينه وما بين البنوك. وفي نفس الوقت بيبقى استرشادي للبنوك. اجتماعات لجانة الاسور والخصوم بيحددوا على اساسها الاوعية الادخارية او معدلات الفايدة على الاوعية الادخارية اللي بتديها للعمل بتاعتها ومعادلات القروض برضو في نفس الوقت. وفي نفس البيان aggregate business أعلن عن مستهدفات التضخم في الفترة القادمة وهو يقوم بتمي Zo Jennifer's summer بالتطبيع بعدي للرقم إلى الرقم أحادي بعد ما شارع تلك الديو معدلات التضخم معدولا طوga حد ما يوصل المستهدفات بتاعته دي زي ما كان المستهدف قبل كده ان هو في الرابع الرابع من عشرين اثنين وعشرين يبقى سبعة في المية زايد او ناقص اثنين في المية. ده ببساطة ملخص البيان اللي صدر النهاردة من لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي. دي بعض الاخبار الاخرى اللي صدرت برضو ان البنك المركزي يطالب البنوك ان هو يتحققه من عمليات الشراء من خارج مصر اللي بتصدر بالبطاقات الاقتمانية عن العملاء او بطاقات الخصم المباشر. وانهم ي يتأكدوا ان العميل فعلا كان خارج البلاد في وقت عملية الشراء. والتصريح ده صادر عن اقتصاد الشرق بلومبرج. والموضوع ده منطقي بيني وبينكو لسبب بسيط جدا ان للأسف في ناس بتدي البطاقات الاقتمانية وبطاقات الخصم المباشر بتاعتها لناس من سفر برا مصر علشان يسحبوا عملة ويرجعوا يبقوها في السوق السوداء. للأسف الممارسات دي موجودة والكلام ده يعني معروف كويس قوي انه بيحصل. وفي نفس الوقت البنك الاهلي وبنك مصر خفضوا للمرة التانية حدود السحب من خارج مصر. وهسيب لحضراتكم رابط في صندوق الوصف اللي عشان تعرفوا الحدود الجديدة بتاعت البطاقات الخصم المباشر والبطاقات الاقتمانية للبنكين. كل الكلام ده طبعا علشان الحد من السوق السوداء اللي بتحصل في الفترة الحالية زي ما حضراتكم عارفين ده بعد القرار اللي صدر بموضوع الحصيلة الدولارية اللي بتيجي من تصدير الدهب زي ما حضراتكم عارفين القرار اللي صدر في الفترة السابقة. انه يبقى يتم توريد الحصيلة الدولارية اللي بتيجي عن طريق تصدير الدهب في خلال سبعة ايام عمل ومتعامل بها في السوق السوداء حضركم عارفين الكلام ده كله وكلام ده واضح فده من ضمن الاجراءات اللي بيتم اتخاذها علشان مكافحة السوق السوداء في الفترة القادمة ولسه في اجراءات وقراراتها تصدر في الفترة القادمة ان شاء الله تباعا كل حاجة في وقتها. بالنسبة للتوقعات في رأي الشخصي انا متوقع ان الدولار هينقفض بشكل كبير جدا في السوق السوداء وان القيمة العادلة بناءا على المؤسسات الدولية اللي كانت قلتها قبل كده واللي هيوصل لها الرقم ده هيبقى ما بين 22 جنيه و24 جنيه رسمي ومش هيبقى في حاجة اسمها سوق السوداء دي توقعات الشخصية بناءا على التقارير اللي صدرت قبل كده حالك ممكن تتفق او تختلف مع الكلام ده لكمطلق الحرية بس الكلام ده طبعا ما بيحصلش في يوم وليلة وبياخد وقت وبيحصل تدريجيا بس ده اللي هنوصل له ان شاء الله وده كان واضح قوي في خلال الفترة السابقة التأثير اللي حصل على السوق السوداء بعد قرار صندوق الماغد الدولي ونزل من مستويات المرتفع اللي هو كان وصل لحد 38 جنيه ووصل ل29 وفيه برضو حاجات وصلت ل26 جنيه فيه عمليات اتنفذت على 26 جنيه وارتفع شوية بعدها بس هيرجع ينزل تاني ده كان سبب ان انا لما بقول لحضراتكم لما حد بيسألني اشتري دولار دلوقتي او اشتري عملة في الوقت الحالي كنت برد عليه وبقول له العملة بشكل عام في حدود 15 من العشرين في المية بالكتير اوي من المحفظة الاستثمارية بتاعتك هي والدهب نفس الكلام برضو في نفس الحدود دي علشان اخاف ان حضرتك تشتري بسعر مرتفع ما يقدر ما تقدرش ان انت هتعوض بعد كده هو هتخسر فلوسك وده اللي بيحصل دلوقتي فعليا وفيه ناس خسرت فلوس كتير اوي سواء في الدهب او في الدولار بعض التعليقات اللي كانت بيجيلي يعني بالنسبة للتعليقات دي كوميدي يعني في واحد بيقول لي انا حاسك بتتكلم تحت ضغط انا لا انا مش واثق في كلامك ده انا مش هتبعك تاني خضرتك حر ده حاجة ترجع لحضرتك طبعا اكيد يديني ان لحد من حضرتكم ما يتبعنيش بس في نفس الوقت انا مش هقول حاجة غير اللي انا شايفه صح انا بتكلم بما يرضي الله وبما يرضي ضميري واللي فيه مصلحة حضرتك لك مطلق الحرية انك تتطفق او تختلف معاه بس ده مش معناه ان انا لاقي شوية اتهمات السطحية ان واحد يكتب لي تعليق يا جماعة محدش تصدق الراجل ده الراجل ده بيشتغل طبع الدولة وبيكذب عليكو طالما قال لكم ان الدولار هينخفض يبقى هيرتفع والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه بس هو انا لا عمري اشتغلت في الدولة ولا بشتغل في الدولة ولا حتى اعرف حد بيشتغل في الدولة فالاتهمات السطحية دي بلاش منها في الفترة دي ومعروف كويس او مين اللي بيعمل الاتهمات السطحية دي حضرتك عندك نظر تحترم اقدر ان انا نقش حضرتك فيها اهلا وسهلا بحضرتك بوجرد انك ترمي اتهم سطحي زي ده تعرف حضرتك بمجرد ان انت بتقول اي كلام وخلاص على عشان بس تطير الاشاعات والبلبلة بين الناس لما بتلاقي تفاعل جيد مع الاخبار اللي احنا بنقولها لحضرتك ده ببساطة ملخص البيان اللي صدر النهاردة من لجنة السياسات النقدية وهننتظر طبعا مع حضرتكم في خلال الايام القادمة البنوك اللي هترفع معدل الفايدة على الشهادات وهنتابع مع حضرتكم ونقول لكم اول باول الشهادات اللي هتصدر بمعدلات الفايدة الجديدة في الفترة القادمة ودي كانت حلقة النهاردة من المصرفي يا رب بكون ارتفتكم من موضوع ده وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكوا اشارات الحلقات الجديدة ولو بالحلقة عجبك ادوسوا لايك وتعملوا شير عشان ماستقدر تستفيد ولو ما عجبتكش دوس ليس لايك وقال لي السبب في تعليقاتي من ان انا عرف رأي حضرتك واشوفكم على خير محمد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة